معي عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يا فندم مشرف ومنور الله يخليك كابتن كريم تسلم ربنا يخليك بهني الأول أحمد فتوح وبالتأكيد بهني نادي الزمالك استمرار لعب مهم زي أحمد فتوح مع الفريق قولينا ما حدث في الساعات الأخيرة عشان يتم حسم هذه الأمور وتغلق كل الصفحات طبعا هو بالبداية كانت اعتذار أحمد فتوح للجمهور والزماله الفريق والمجلس الإدارة وهو قال إن اللي حصل فترة فترة كان سوق فاهم زي ما حالك قريتي البيان وتم تقريب وجهات النظر من بين الإدارة وبين فتوح وكابتن حسين لبيب هو كان يعني مسك الملف بصفة شخصية الفترة اللي فاتت وطبعا بوجود مجهودات كبيرة لأستاذ جمال العدل لأستاذ عمر الجناني الألامي أحمد جمال كابتن طريق السيد يعني محبي الزمالك دائما في كل مكان يعني ما بيتأخروش عن تقريب وجهات النظر عن الدعم المعناوي عن كل ما له علاقة يعني بتحسين الأوضاع اللي جاء اللي تدهورت بحكم ما كل الناس عارفينها الفترات اللي فاتت وإن شاء الله كل اللي جاي بقى أفضل بإذن الله تجديد أحمد فتوح لعهده مع نادي الزمالك كمان بينفي كل ما يقيل عن الفترات أو في الفترات السابقة عن أنه اللاعب كان يتعمد أنه ما يوقعش مع الزمالك كان يتعمد أنه يعمل مشاكل في نادي الزمالك عشان هو موقع لنادي آخر ده دليل أنه ما كانش موقع أصل لنادي آخر اطلاقا والله أنا لسه كنت حتى بضحك مع أحد الزملاء العالميين اللي قالوا أن فتوح وقع لنادي منافس قلت له أنت ملزم بالاعتذار لأن فكرة فقفه لان وقع ويعني الكلام الكتير واختراع الاسم الكواليس ده يعني بيخلي بعض الزملاء بيقولوا كلام غير صحيح على الإطلاق وفتوح أعلن أنه كان عايز يتكلم مع الجمهور من مدة طويلة بس هو حاب يصلص التعاقد الأول عشرين بكلامه في الوقت المناسب لكن هو فتوح ابن نادي الزمالك ومن ناشئ نادي الزمالك وليه كل يعني التقدير وإن شاء الله يكمل ويعمل أحسن تاريخ لي مع نادي الزمالك كون إن أحمد فتوح كمان جد التعاقده مع نادي الزمالك وتم العفو عنه بعد الاعتذار هل هذا الأمر يحدث الآن في الكواليس بقى الكواليس منك أنت كمتحدث رسمي بقى مش من اجتهدنا مع محمد صبحي ومصطفى الزناري ولا الاتنين خلاص معرضين للبيع والله كل ملف مستقل بذاته يعني هو المجلس كان فيه اعتذار من فتوح فبناء عليه تعمل تفاوض معه بعد قبول الاعتذار مع هذا ذلك بقى كل ملف في حينه يعني سيتم النظر فيه عظيم جدا أستاذ أحمد سالم فضل أستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك أنا متشكر جدا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات وبهنيك مرة أخرى على تجديد التعاقد تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك مرة أخرى لما عوز أهني فهني أولا أحمد فتوح يا بخته ويا هناء ويا سعده إنه مكمل مع نادي الزمالك نادي كبير وعظيم وصنع نجومية كبيرة لأحمد فتوح